انت عليت الطموح أوى يا إسلام؟ أيوة حضرتك إحنا بعد اللي بنشوفه النهاردة وبعد هذا الأداء أنا كاميرون منتخب كويس منتخب ولكن أقل من المنتخب المصري أيوة يعني لو المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب المصري حيفوز إلا لو كان المنتخب المصري وحش دي حاجة لكن لو بنفس الأداء للأبناء النهاردة ونفس الأداء للأبناء في كوديفور هتكسب الكاميرون عادي يعني الكاميرون منتخب قوي وعنده فينسنت أبو بكر ده أفضل واحد فيهم والوينجيليمين هنتكلم على كل الأمور الخاصة بالمنتخب الكاميروني ولكن لو محمد صلاح لعب زي ما لعب النهاردة ولعب زي ما لعب في مباراة كودفور هنكسب هذه المباراة إن شاء الله ونستطيع أن نصل المباراة النهائية ولو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب إن شاء الله منتخب الكاميرون إن شاء الله هنحتفل هنا من هذا البرنامج اللي الحمد لله والشكر لله كان له دور كبير جدا في إيصال كل حاجة لحضراتكم تخص منتخبنا الوطني زي ما بنعمل كده مع النادي الأهلي بالزبط وزي ما هنعمل الفترة اللي جاي بالمناسبة إحنا بكرة إجازة إن شاء الله ويعني هنبتدي إن شاء الله بداية من يوم الثلاث عاملين لحضراتكم برنامج الأهلي في المنديال النادي الأهلي بقسة النادي الأهلي إن شاء الله بكرة هتسافر إلى الإمارات هتلعب طبعا كأس العالم للأنديا أولى المباراة هتبقى يوم خمسة تدائم من بكرة أو من بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث الساعة عشر بالليل كل يوم هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة برنامج الأهلي في المنديال ومفاجآت كثيرة جدا 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 هتشوفوها حضراتكم خلال كل يوم هنكون بقى مع حضراتكم خلال الفترة القادمة في برنامج الأهلي في المنديال ده فيما يخص النادي الأهلي فعشان كده الحمد لله خلال الفترة السابقة في هذا البرنامج البيت الكبير ومن خلال قناة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي في ظهرنا وكل جمهور النادي الأهلي داعم لقناته ولبلده قبل أي شيء لبلده لأنه الفترة اللي فاتت الحمد لله والشكر الله آه كان هناك بعض الانتقاد اللي بالمناسبة أنا شخصيا على اتصال دائم بمجموعة كبيرة من اللي موجودين هناك الحقيقة يعني وبقول لهم على كل اللي بسمعه من حضراتكم كجمهور تقولوا مثلا إيه طب هو ليه الرجل ما بيلعبش فلان وبيلعب فلان وبيعمل كذا كل دا كنا بنوصله علشان يصل للمدير الفني كارلوس كيروش اللي بيثبت في المباريات الكبيرة زي مباراة كودفوار ومباراة المغرب النهاردة أنه هو مدرب كبير بيعرف يحط اللعيبة في أماكنها وبيعرف يغير إمتى وبيعرف يعمل كل حاجة هل دا معناه أن ما ينفعش أن ننتقد كارلوس كيروش بكرة أو يعني بعد كده هننتقد وده دورنا بالمناسبة أنا بس عشان حضرتك ما تقولش كنت بتقول حاجة من يومين ودورتي بتقول حاجة تانية خالص لازم في الوقت اللي أنا أشوف منتخب بلدي ماشي وحش لا لازم نرجحهم تاني يمشوا كويس زي ما بنعمل كده مع النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي لما الفريق بيبقى ماشي وحش بنرجع الفريق مرة تانية لكن أنت هنا بتتكلم عن منتخب مصر منتخب مصر البلد اللي أنت تربيت وعشت فيه فالحقيقة أنا النهاردة بتكلم بحماسة وبتكلم لأن ده بلدي وده كل حاجة عندي أنا بلدي اسمها مصر فبدور على منتخب مصر بيعمل إيه وتمنى أن إن شاء الله نصل لإنهاء البطولة ونفوذ بهذه البطولة إن شاء الله إن شاء الله طب والأهلي هنعمل برنامج الأهلي في المونديال وحنبقى مع النادي الأهلي كل يوم 3 أو 4 ساعات غير طبعا يوميا طول النهار من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي كواليس كل حاجة بتحصل فيه بيعثة النادي الأهلي كل ما يتاح إحنا متعودين على كده طبعا مع حضراتكم وحضراتكم عارفين كل ما يتاح هتلاقيه من خلال شاشة النادي الأهلي أو من شاشة قناة النادي الأهلي من أول ما البعثة تركب الطيارة أو من وهي رايحة الطيارة لما تركب الطيارة وتنزل أبو ظبي لغاية إن شاء الله إن شاء الله ما يكرمنا ونرجع بالسلامة مع بعثة النادي الأهلي احنا هنكون مع حضراتكم من هنا من داخل استوديوهاتنا هنا في مدينة الانتاج الإعلامي بس معنا كروه هناك متواجد وبيعمل لنا كل حاجة وبيعرفنا كل حاجة عشان كل جمهور النادي الأهلي يبقى بيتطمن على منتخب بلده وبيتطمن على ناديه من خلال شاشتكم وشاشة قناة النادي الأهلي وده دايما اللي بنسعى ليه خلال خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي فبالتالي من بعد بكرة إن شاء الله أو من بكرة الساعة أربعة هي الطيارة هتطلع الساعة أربعة هتلاقوا هنا على شاشة قناة الأهلي فيه تغطية مستمرة دائما للنادي الأهلي وبعتة النادي الأهلي وهي بتغادر من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي وإن شاء الله ابتداء من يوم التلات برنامج الأهلي في المنديال كل أخبار كل الأخبار الخاصة ببيعة النادي الأهلي هتلاقوها معانا هنا إن شاء الله ولقاءات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي